دي كانت جولة سريعة في أبرز الأخبار الخاصة بالمونديال ودلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم ونشوف سريعا صحف العالم المختلفة كتبت ايه في عنوانها؟ عن المونديال ونهايته مبارح هنبتدي من أسبانيا صحيفة ماركا ركزت على تتويج الأرجنتين أكيد بلقب كيس العالم قطر 2022 بعد الفوزة على فرنسا بنتيجة 4-2 بدربات الترجيح وكتبت ميسي في السماء ومباراة تاريخية حسامتها ركلات الترجيح وميسي بيقول لن أترك المنتخب أما بقى صحيفة سبورت فأكيد اتكلمت برضو عن تتويج لينال ميسي ومنتخب الأرجنتين وكتبت ميسي يرفع كيس العالم بعد الفوزة على فرنسا بركلات الترجيح وللعب فيها الحارس مارتينيز دور أساتي كمان نحن الاسم كمانين أكيد مع الصحف أسبانيا صحيفة هلماندو ركزت الصحيفة على فوز الأرجنتين ونجم لينال ميسي باللقب كاس العالم وكتبت الأفضل في التاريخ وصحيفة لكيبل فرنسية كتبت في عنوانها الرئيسي الرأس مرفوعة في الطريقة منها أكيد نهاي بتأكد لمواساة اللعب الشاب الصاعد كيليان إمبابي بعد خسرته للقب كمان في إيطاليا ركزت لجزات الاسبورت على تتويج ميسي والأرجنتين بكاس العالم 2022 وكتبت الأرجنتين بطلة للعالم بعد النهائي الأجمل في التاريخ وصاد فرنسا ومن يحب لنا لميسي يحب كورة القدم كمان اهتمت برضو بتألق كيليان إمبابي في النهائي وموصلته للتألق وكمان مواساته من قبل رئيس الفرنسي ماكرون أما بقى فصحيفة توتو سبورت فركزت على تتويج ميسي والأرجنتين وعنوانك كمان في منشتتها كورة القدم أحبك والكمان على خطى ماردونة يكون ميسي الأرجنتين لكاس العالم للمرة الثالثة مباراة ملحمية خسر المنتخب الفرنسي وإمبابي رائع هاتريك بركلات الترجيح